أعلنت حركة حماس في بيان لها أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحياسة يصل القاهرة وذلك بناء على دعوة الإخوة الوسطى في مصر وقطر وذلك للإطلاع على تطورات جولة القاهرة وأكد البيان التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبنية على إعلان بعيدا وقرار مجلس الأمن كما طالبت بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف تعطيل التواصل للتفاق فترة من الترقب عما ستصفر عنه آخر جولات مفاوضات التهديئة بين حماس وإسرائيل والتي تستضيفها القاهرة في إطار الوساطة السلاسية مع قطر والولايات المتحدة القاهرة التي لم تتدخر أي جهد منذ العدوان الذي تجاوز الثلاثمائة يوما وخلف عشرات آلاف من الشهداء والجرحة طالبة الأطراف المعنية بتزليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق لوقف نزيف الدماء الرئيس السيسي أكد لنظره الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة والتي توسع نطاق الصراع بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة وبرغم إعلان بايدن عن وجود تقدم في المفاوضات إلى أن عوائق واضحة تعركل مصارى المفاوضات منها عدم إقرار إسرائيل بشكل واضح بسحب قواتها من غزة وتمسك الولايات المتحدة بهذا الشرط إلى جانب وقوف ملف المحتجزين والإفراج عن أسرى فلسطينيين بعينهم حائلا أمام إنفاز الاتفاق ويبدو أن ضغوطا كبيرة تواجه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يخشى إذا ما تعصرت المفاوضات أن تقوم إيران وحزب الله بمهاجمة إسرائيل خبراء إسرائيليون يشككون في نواياه ويتهمونه بالتخريب المقصود للصفقة حتى يظل لهيب الحرب مشتعلا ويضمن بذلك البقاء في الحكم هذا وما زالت المفاوضات جارية تتعلق بها آمال شعب أعزل في مواجهة قوى غاشمة وأمهات ثكالة صارت أبسط أمانهم الاحتفاظ بما تبقى من أبنائهم وذويهم على قيد الحياة